يوجد فريق جلاتا سراي التركي في أزمة كبيرة بسبب المغربي حكيم زياش وهدد زياش الفريق التركي جلاتا سراي بالرحيل فور العودة من بطولة إفريقيا للأمم في حال لم تصرف مستحقاته المالية وحسب التقارير القادمة من تركيا فإن زياش لم يتوصل بمجموعة من المستحقات المرتبطة بمنحة التوقيع وهو ما يحوله إلى لاعب حر وتأكد بالملموس صحة ما نشرته صحف سعودية قبل أيام عن احتمال انتقال زياش لفريق سعودي وتشير التقارير نفسها أن زياش رفض خوض بعض المباريات ليس بسبب الإصابة لكن بسبب عدم دفع راتبه يشار إلى أن اللاعب حكيم زياش مرتبط مع نادي تشلسي بعقد ينتهي حتى سنة 2025 ويلعب حاليا معارا لموسم واحد مع نادي جلاتا سراي ترجمة نانسي قنقر